أهلا بحضراتكم في استكمال سلسلة كورس الاستشفاء الزيتي والوقاية من الوساوس اتكلمنا في فيديو سابق عن الكلمات اللي بتعطل شفاءنا وبتعطل حياتنا كلها النهاردة بإذن الله حنتكلم عن المشاعر اللي بتعطل الشفاء والوقاية وبتعطل حياتنا كلها برضو حنتكلم النهاردة برضو عن الفرق بين تقنيب الضمير والفرق بينها وبين مشاعر الزنب لأن في ناس بتخلط بين الاتنين وفاهمين أن تقنيب الضمير هو مشاعر الزنب أنا محتاج مين فيهم؟ ونتيجة الاستسلام لتقنيب الضمير أو الاستسلام لمشاعر الزنب هتكون إيه؟ وإيه اللي بيجرى مع الاستسلام لهذه المشاعر؟ وفي نهاية الفيديو بإذن الله هنتكلم عن العلاج زي ما قلنا الفيديو السابق احنا تكلمنا عن كلمات بتعطل شفاءنا وتكلمنا في فيديو كمان عن النفس اللوامة وإن هي هي الشخصية الوسوسية ودي بتبقى نتيجة زارع وصمة في الصغر الوصمة دي بتبقى من زيادة تقنيب المستمر للزابط ليه وصمة؟ لأن استمرار تقنيب للزابط ده بيكون نتيجته أن الإنسان بيشعر بأنه عنده حالة تقنيب للزابط مزمنة يعني هو باستمرار مزنب وبالتالي يجب عليه دائما أن يسدد ضريبة أنه هو مزنب لو ما كانش في أمامه شخص آخر يسدد هذه الضريبة تجاهه فالضريبة دي هيسددها تجاه مين؟ تجاه ذاته الإحساس الدائم بالشعور بالزنب لو استمرنا فيه بالكلام اللي أنا بقوله ده فده هيعطل العلاج ولو أنا ما يشوف خط الوقاية حيعطل الوقاية أي معاناة زي ما تكلمنا عنها في فيديو سابق اللي هو عن الكلمات اللي تسرق الطاقة وحسب لكم الرابط في الوصف بتعطل حياتنا وتحقيق أهدافنا لو استمرنا فيها بمشاعر زنب يبقى زي ما فيه كلمات بتسرق الطاقة فيه مشاعر بتسرق الطاقة زي ما فيه كلمات هتعطل علاجنا فيه مشاعر بتعطل علاجنا برضو مش بس كده مشاعر الزنب دي بزرق لكل الأمراض النفسية هي منبت الشخصية الوسوسية وهي اللي بتفسد كل قرارات حياتنا كل ما هتاخد قرار في حياتك هتلاقي نفسك بتأجله يا إما بتاخده بناء على تفكير غير منطقي ليه؟ لأنك بتاخده من منطلق أنك حاسس بالزنب على طول إزاي قرارها يبقى صح وده هديكم عليه أمثلة وإحنا ماشيين في الفيديو بتاعنا النهاردة القرار لما بيكون أساسه فقد ثقة بالنفس وشعور بالدنيا وهنا فيه فرق بين مشاعر الزنب وتقنيب الضمير إحنا محتاجين مين؟ هنقول الفرق دلوقتي تقنيب الضمير هو اللي إحنا محتاجينه ليه؟ هو ضروري جدا عشان نراجع أخطأنا لو مفيش تقنيب ضمير باستمرار عن أخطأنا إحنا كده هندخل في مرحلة تكبر وكبر للنفس هنرتكب زلات وأخطأ مفيش ضمير يا حاسبنا يبقى بالتالي هنوصل لمرحلة التكبر هنرتكب أخطأ دون الشعور بها هنرتكب معاصي وحنستمر فيها لحد ما تبقى كبائر يبقى الضمير هنا لغة فايدة وهو مراجعة الزات عن أخطأها الضمير شعور مؤقت أنا محتاجه عشان غرض معين هستفي هذا الغرض منه ثم يذهب لحد ما أكرر الخطأ مرة أخرى أكرر الخطأ مرة أخرى طبعا خير الخطأين التوابين بغير تعمد لكن الأخطأ إما بتتكرر هي هي أو بتتجدد أو بتتغير خالص لأخطأ جديدة لكن لو قلنا أن الإنسان هيوصل لمرحلة أنه لا يرتكب خطأ أبدا فهنا هو تجربته في الحياة ما لهاش أي داعي ولا أي لازمة لأن أثناء إحنا في التجربة في الحياة لابد وإن إحنا بنخطأ نستغفر ونتوب إحنا خلقنا لإن إحنا نجرب ونخطأ مش بتعمد إحنا بنخطأ وبنستغفر وخير الخطأين التوابين ولكن لا نتعمد الخطأ وهو دا فايدة الضمير الضمير بيراجعني عن خطأي فأنا بستغفر وبتوب عنه لكن بمجرد الإنسان ما هيظن أنه لن يرتكب خطأ ولن يرتكب أي زمد فهنا عايش بروحه فقط الروح هي اللي نفخها من روح الله سبحانه وتعالى وهي نور الإنسان فالإنسان عايش طول ما هو عايش بروحه جسد فحيبقى فيه ضمير وهيبقى فيه ارتكاب للخطأ الضمير هنا قلنا شعور مؤقت هو بيأتي عشان يحل محله ثقة بالنفس والثقة بالخالق بعد الضمير ما بيؤدي الغرض منه ويذهب إلى حيث جاء حيحل محله ثقة بالنفس والثقة في الخالق وأن الخالق لا نقلت من رحمته ومغفرته أبدا مشاعر الزمد بتختلف إيه بقى عن تقنيب الضمير؟ هي دائمة ما بتفرقش صاحبها أبدا يعني ضمير الضمير ده بيوصل لمرحلة الإفراط هنا هي دي مرحلة مشاعر الزمد طب لما بتزامن صاحبها طول ما هو عايش عنده مشاعر الزمد دي ترجمتها عنده في أفكاره أنا مزنب إذن أنا أستحق العقاب من الله وأستحق المعاناة في الحياة بناء عليه النتيجة ده هتكون إيه لما إنسان يحمل هذه المشاعر باستمرار قراراته كلها مش هتكون قرارات منطقية نهائي هتكون قرارات كلها مبنية عن مشاعر دونية وعدم ثقة بالنفس وشعور مستمر بالذنب مثال بنلاقي دايما وإحنا بنستغرب من كده ممكن تلاقي بنموتة بتتجوز حد مفيش تكافؤ نهائي بينها وبينه مش تكافؤ نسبي بيبقى مفيش تكافؤ بنسبة كبيرة جدا وفي ناس كتير بتستغرب أنت تستحق حد أفضل من كده إيه اللي خالك يتوافقي على ده دي مشاعر عدم ثقة بالنفس ومشاعر زمد خلقت وزرعت عندها نتيجة إن هي تم تربيتها على إن هي دائما في مشاعر عندها بالذنب إنها دائما مخطئة وعليها أن تصلح هذا الخطأ فهي لما بتيجي تتزوج بتتزوج حد بتظن أنه هو ده اللي يستحق المرحلة اللي هي فيها نفس الشيء بنلاقي شاب بيتزوج واحدة ممكن نلاقي مثلا شاب لسه في مقتبل حياته بيتزوج واحدة ممكن مطلقة وعندها أبناء أو أرملة وعندها أبناء وهذا لا يقلل من شأن المطلقة أو الأرملة ولكن إحنا بنتكلم عن التكافؤ بين الحالتين هو لسه شاب ما دخلش أي تجارب في حياته ياخد حد ياخد زوجة سبق لها تجارب في حياتها فده معناه إن هو إذا ما كانش له طبعا أي تطلعات وطموحات مادية من هذا الزواج فهو شايف إن هو مثلا بيقول أنا بحبها أو هي دي اللي هي فهمتني فهنا لا هو مش حب ولا إن هي فهمته ده هو مشاعر النقص والشعور بتدني قيمة ذاته شعوره بالذنب المزمن هو اللي بيخليه يتجه بمشاعره نحية حد أقل منه بنسبة واضحة جدا لأي إنسان بالنسبة لشاب آخر ممكن يكون ما عندوش خبرات في الحياة يعني زي ما بيقولوا خام بناء بياخد وحدة مثلا سبق لها تجارب كثيرة مع رجال وعندها خبرات مثلا خبرات عاطفية كثير مع رجال هنا هو اللي بيخليه يتجه لحد مش متكافئ مع خبراته وبيظن إن هو حبها أو إن هي الوحيدة اللي قدرت تفهمه لا هي مش هي الوحيدة اللي قدرت تفهمه وهي قدرت تعوض نقطة إحساسه بمشاعر الزنب اللي أفقدته الثقة بنفسه فعنده نقطة عدم إحساس بقيمة ذاته تدني في قيمة ذاته ده هي عرفت تعوضها بزكاءها العاطفي عرفت تعوضها عنده فبالتالي هو شعر بإن هي الوحيدة اللي فهمته لإن هي الوحيدة فعلا اللي قدرت بخبرتها مع الرجال إن هي تعوضوا عن النقطة دي بزي وطبعا كلكم شفتوا النماذج دي كتير في حياتكم هنا بقى منشأ الاضطراب النفسي وتحديدا عند الشخصية الوسوسية اللي جوانا ليه بقول اللي جوانا؟ لأن إحنا فينا تقريبا نسبة كبيرة جدا عندهم شخصية وسوسية وهم مش قادرين يعرفوا إن في معاناة من هذه الشخصية في أفكارنا ومشاعرنا وفي قراراتنا يبقى منشأ الاضطراب النفسي عند الشخصية الوسوسية تحديدا هو مشاعر الزنب مشاعر الزنب دي أنا بحتفظ بيها في منطقة المشاعر بحتفظ بيها بأن هي مجرد أفكار مجرد مشاعر لا أتخطى عن اتخاذ قرار بشأنها يبقى أنا كده ماشي في نطاق سليم جدا مش عشان أنا لا أحاسب على الأفكار والمشاعر مش عشان كده عشان لا أقصد إن مش عشان أنا مش قادر أسيطر على أفكاري ومشاعري وخليهم في نطاق الأفكار والمشاعر بالذنب فقط لا تتخطى مرحلة القرار ليه؟ لأن القرار أنا أحاسب عليه وحاسب على الفعل فأنا لما يكون عندي مشاعر دائمة بالذنب تخطيط مرحلة تقنيب الضمير لمشاعر مستمرة بالذنب فهنا الفعل هنا اللي أنا حتخذه والقرار اللي أنا حتخذه للتنفيذ في إجراء الفعل هنا بقى فعل حتمي أنا أكيد أكيد حنفزه وهلزم به نفسي وحيبقى حتمي المقصود من نلاوء في اللوعي عقاب عقاب لذاتي لأن أنا مش قادر أخذ حقي من اللي سبب لي في هذه المشاعر فالعقل الباطل زي ما قلنا مرات سابقة مجرد خادم لي حاسس أن أنا تعبان ومتدايق حينتقم لي من نفسي حينفز أمري بشعوري بأن أنا عاوز أنتقم ومش قادر أنتقم من حد مجسد أمامي يبقى الانتقام هنا هيكون للذات في إيه؟ في اضطرابات جسدية غير القلق والتوتر النفسي طبعا المضيق والحزن والخفوة وإلى آخره هيكون فيه اضطرابات جسدية من إيه الانتقام ده؟ من ذنب أنا مش قادر أغفره لنفسي وبظن في عقدتي أن ربنا مش هيغفره لي بما أني موزنب دائما لازم أهدي نفسي من الشعور ده لأنه شعور مؤذي مؤلم فهدي نفسي إزاي؟ أفرط وأصرف في كل شيء بنتكلم هنا عن الشخصية الوسوسية اللي احنا مش حاسين بها بدخلنا أبتدي ألاقي نفسي أفرط وأصرف في كل شيء ظنًا مني أن أنا أكفر هنا عن مشاعر الظنب اللي أنا حاسس بيها ما بتخلص أصرف في إيه وأفرط في إيه؟ أفرط في العبادة في النظافة في الطهارة أفرط في عملي أشتغل باللاثنشر ساعة في اليوم أفرط في الحماية من كورونا وأنا أظن هنا أن أنا بعمل الحماية اللي بتقولها منظمة الصحة العالمية لأ أنا بأفرط في الحماية دي فرط غير صحي لأن الفرط هنا غير صحي أميزه إزاي؟ هو أميزه بأنه بيخليني أعاني بتعب لما بقى تديه هنا أعرف أنه هو فرط غير صحي بأمر من العقل اللواعي انتقاماً لنفسي لأني أستحق العقاب أستحق جلد الذات أستحق مشاعر الزنب اللي أنا بعاني منها تمام؟ أعمل إيه؟ أفرط فرط غير صحي أميز إزاي أن ده فرط غير صحي أميزه إزاي؟ لما أعاني منه ولاقي نفسي أن أنا تعبت منه تعبت وأنا بقى تديه يبقى هنا ده فرط غير صحي تعدى مرحلة التوازن الصحي اللي مش هيحسسني بالمعاناة وأنا بقى تديه الشخصية الوسوسية عندها شحن لطاقتها الشحن ده بيكون عن طريق مشاعر الزنب الفرط اللي هو الإفراط مش صحي ليه؟ لأنه ظلم للنفس وربنا نهى سبحانه وتعالى عن ظلم النفس لأن نهاية مرحلة الظلم النفس دي بتبقى قنوط من مغفرة ربنا سبحانه وتعالى وقنوط من رحمته حتى الوعي اللي إحنا بنتعلمه مع بعض فرط الوعي ده غير صحي لو فرط فيه غير صحي ليه؟ لأنه بيقدي للنهاية للعزلة عن الناس كلها لأن أنا بعتبر أن كل الناس مرحلة الوعي بتاعها أقل من مرحلة وعي إذن أنا لابد أن أنا أكون في عزلة عشان الناس ما أنزلش معهم لمرحلة وعيهم لكن الصح أن أنا أعلم الناس أنهم يتطوروا في مرحلة الوعي مش أعتزل عنهم وأتجنب أن أنا أنزل لمرحلة وعيهم لأ أنا أرتقي بمرحلة وعيهم فرط الخوف من ربنا صحانه وتعالى إفراط وظلم للنفس لأنه بيؤدي في النهاية برضو لترك العبادة ممكن أترك العبادة نهائيا من فرط خوفي من ربنا لا ده أنا ما توضيتش كفاية مش هعرف أصلي ده أنا المفروض أن أنا أغتسل يبقى أنا لما اغتسلتش صح يبقى ما أنا مش هصلي لحد ما اغتسل صح فرط الإتقان مش صح لأن فرط الإتقان من الكمالية والكمالية لله سبحانه وتعالى وحده طب فرط الإتقان هنا نتيجته بتكون إيه عدم رضا أو قناعة ما أنا طول ما أنا عندي أؤدي الشيء بإتقان شديد جدا لن أقبل بأقل منه ده هيعمل عندي نتيجة لأن أنا مش راضي ولا عندي قناعة بالإنجاز اللي أنا بعمله يبقى ما وصلش المرحلة أن أنا أبقى متوقع أن في إتقان 100% فرط الحساب للنفس ممكن أنه هو يؤدي لجلد للذات أحسب نفسي لمرحلة متوسطة متوازنة ما حسبش نفسي لأزياد من هذه المرحلة لأن لو وصلت الإفراط في حساب للنفس أنا حجلدها حعزب نفسي يبقى هنا التوازن مطلوب لما أنا حس بقى بالذنب تجاه أفكاري تمام؟ ومشاعري ده شيء غير منطقي ليه؟ لأن زي ما قلنا ربنا سبحانه وتعالى مش حيحسبنا إلا على الفعل ولا الأفكار ولا المشاعر هتتحسب عنهم هتتحسب عن الفعل فقط لك سيطرة على أفكارك ومشاعرك ولكن سبحان الله لن يحسبك الله عليهم يحسبك فقط على الفعل لذلك ما تتخطاش أفكارك ومشاعرك لو فيهم تقنيب لذاتك وفيهم مشاعر الذات ما تتخطهاش للفعل أبداً ما توصلش لمرحلة إنك أنت تاخد قرار وتفعل الفعل الحتمي اللي بتقول زم به نفسك إزاي؟ لو خدنا مثل بسيط جداً عن كورونا وحديكم مثلاً غير كورونا كمان لو أنا بفكر وعندي مشاعر ذنب بأن أنا مسؤول عن حد معين في حمايته من كورونا تمام؟ فأنا باخد احتياطاتي تجاهه لكن أنا باستمرار عندي أفكار وسوسية بأن هذا الشخص لو تم وصول الوباء إليه هكون أنا المزنب وأنا اللي مسؤول وأنا اللي قصرت فيه إن أنا أحمي الحماية الكافية طيب بناء على كده دي أفكار لسه ومشاعر عندي إمتى إن أنا أوقفها عند هذه المرحلة فقط وما تخطهاش نحية الإجراء ونحية القرار ونحية الفعل الحتمي إن أنا ما أرهقش معي هذا الشخص في الحماية وأرهق المحيطين بيا في الحماية وأنا بظن إن هي دي الحماية الكاملة للشخص لأ أنا أفرد في ذلك لدرجة إن أنا ممكن أرهق من هذا الإفراط وأرهق هذا الشخص معي وأنا متخيل إن هي دي الحماية أعرف من إن أنا هنا تم إفراط لما وصل لمرحلة الإراق لما وصل لمرحلة تقنيب ذاتي ومشاعر الذات بقى هنا بتفضل يا جماعة مستمرة إزاي يعني هنا هي ليه معطلة عن العلاق خدوا بالكم لأنها في دايرة ما بتنتهيش يعني أنا بمجرد ما بيجيني مشاعر الزنبي دي بتبقى عندي أفكار ومشاعر ببتدي أخذ إجراء فعل وحماية زي دا مثلا من كورونا أبتدي أشعر بالإرهاق وتعبت وتعبت الناس اللي حوالي بسبب الحماية دي ببتدي أبكي والبقاء دا بيكون نتيجة إيه؟ ما هو مشاعر الزنبي من فرض الحماية اللي أنا بعملها يبقى هنا مشاعر الزنبي عطلتني من أن أنا أتم التشافي من فرض الشخصية الوسوسية اللي بتحتم علي الإفراط في الحماية دي يبقى هنا مشاعر الزنبي هنا وعطلتني مش كملت استشفائي من الوسواس لو قلنا مثل تاني إنت حد أذاك لقدر الله ربنا يعافي الجميع وإنت مثلا صغير تمام؟ حد أذاك في شيء التولد عندك مشاعر زنب بإنك إنت مقدرتش تحمي نفسك كما يجب وإنت صغير ففضل عندك شعور برغبة شديدة جدا في الانتقام من هذا الشخص مستمرة معاك لحد ما كبرت دلوقتي تمام؟ مشاعر الزنبي والانتقام والفكرة اللي بتلح عليك في أن أنت لازم تنتقم لنفسك وتاخد حقك بنفسك هنا ما تعداش عندك فكرة فكرة ومشاعر بالزنب وشعور بالانتقام والغضب ما تعدتش هذه المرحلة طيب لو قلنا أن أنت عندك فكرة ابتدت تسيطر عليك وأن أنت عاوز توصل المرحلة دي من مرحلة فكرة ومشاعر بس لقرار فعلي بأنك أنت تنتقم تمام؟ تموته مثلا تموت هذا الشخص مثلا أو في بعض الأفكار الوسواسية عند شخصيات فيها الإطراب زيت شوية أم بتحس أنها عايزة تموت ولادها الصغيرين عشان تحميهم من مخاطر الحياة زي ما أعتقد شفته تمثيلات مش فاكرة سجن النساء ولا إيه كانت عندها وسواس وكانت فعلا وصلت لمرحلة أنها موتة أولادها أو فرط حماية زي ما قلنا أو شعور بالانتقام لو وصل أو شعور بالحماية هنا معنى شخصية دي فيها شعور بالحماية وصلت المرحلة هنا لمرحلة تنفيذ أخدت قرار ونفذته سواء بالانتقام من ممن أزاها أخدت حقها منه أو بتنفيذ قرار بالحماية اللي بتظنها حماية لكنها هي فكرة مريضة نفذتها بالفعل طيب هنا المحاسبة هتكون إيه حساب ربنا سبحانه وتعالى على الفكرة والمشاعر ولا على القرار اللي بأرهق به نفسي وأرهق به من حولي أؤذي به نفسي وأؤذي به من حولي هنا العقاب ربنا سبحانه وتعالى هيكون عن إيه هيكون عن الفعل تمام يبقى أنا إيه اللي عامله لدخولي في مرحلة العلاج المتكاملة والاستشفاء الذاتي المتكامل ما تخطش مرحلة الفكرة والمشاعر وصمت إن أنت مزنب لابد إن هي ما تتخطش عنك دي مرحلة علاج أولية فكرة ومشاعر فقط وصمت إن أنت مقصر ناحية ذاتك أو زاويك اللي أنت بتحميهم من شيء معين أم بتحمي أولادها أو حد مسؤول عن حد المفروض إنه بيحافظ عليه وبيحميه فهنا وصمة التقصيرك ناحية من حولك وصمة حمايتك لمن حولك إنك لازم تقوم بيها بإتقان مية في المية دي وصمة أنت حاملها معاك من وإنت صغير هذه الوصمة سبها ما تخليهاش تتعدى فكرة ومشاعر ما توصلهاش لمرحلة الفعل ليه؟ لأن البشر هم اللي وصموك بيها مش ربنا سبحانه وتعالى والبشر لازم تعرف إنهم غير عادلين في الحكم علينا فلما يحكموا علينا إن إحنا مقصرين مذنبين مش بنعمل الشيء اللي هم متوقعين ومننا بإتقان مية في المية ده طبيعي من البشر لأنهم غير عادلين ربنا سبحانه وتعالى فقط هو العادل وده مش معناه إن أنا حسبهم على ده أو إن أنا أبقى بيني وبالنفسي حزين منهم ومش مسامحهم على إنهم غير عادلين معايا لأن دي مرحلة وعيهم هم بيتعاملوا معايا وفقاً لمرحلة وعيهم يبقى أنا لازم أسامحهم برضو على ده لأنهم اتعاملوا بي أنا برضو في مرحلة معينة من حياتي كنت بتعامل معا من حولي معاملة برضو مش عادلة ده لإني برضو دي تبقى لمرحلة وعي فلازم نتقبل بعض تبقى لمرحلة وعينا ولازم نفتكر دايماً إن ربنا سبحانه وتعالى هيمنحنا الجزاء على الصبر يبقى لازم نقول إيه فصبر جميل والله المستعان على ما يصفهم هنتوقف عند مرحلة الأفكار والمشاعر ومش هنتخطها لأفعال لأن الأفعال منبع العقل اللواعي ولو استسلمت لمرحلة الفعل الحتمي ودخلت من مرحلة مشاعر الزنب فقط والأفكار إنك مزنب فقط لمرحلة عدتها لمرحلة الفعل إنت هنا حتستمر في دايرة مشاعر الزنب وحتحزن وحتشعر بالزنب برضو إنك فعلت فعل حتمي أرهقك وتعبك وأرهق اللي حواليك وتعب اللي حواليك يبقى الأفعال اللي إنت بتلزم بيها نفسك هي دي اللي إنت حتتجنبها ومش هتستجيب لأي فكرة أو مشاعر لها اتجاه في الشعور بالزنب ناحيتك دي اللي هتعطل علاجك أنت بتجدد مشاعر الزنب لأن الأفعال السلبية اللي إنت حتفعلها سوري الأفعال السلبية اللي إنت حتفعلها هتندم عليها بعد كده فدي هتجدد عندك الاضطراب مرة تانية والإفراط مرة تانية والإصراف على نفسك وعلى من حولك يبقى أنت بتجدد مشاعر الزنب عندك أنت مش بتعالجها وإحنا دلوقتي المطلوب إن احنا نعالجها نعالجها في إن احنا مش هنخليها تتخطى فكرة ومشاعر هتستجيب هتعود عقلك الباطن على الاستجابة لكن لو ما استجبتش العقل الباطن بعدين هيتعود احنا قبل كده في فيديو سابق قلنا عشان تعود عقلك الباطن بتستمر من أسبوعين لحد شهر شهرين ثلاث شهور حسب كل إنسان وشخصيته في خلال ثلاث شهور ممكن تغير شخصيتك للأفضل تماما يبقى أنت في خلال فترة بسيطة حسب إرادتك هتقدر تعود عقلك الباطن على إنه ما بيستجبش بالفعل الحتمي وحتتلاقي نفسك تخلصت تماما من مشاعر الزنب دي وحتلاقي نفسك بتتقبل القلق اللي عندك القلق ده من إيه ما هو أنت الوقت لما يكون عندك مشاعر بالزنب أنت عاوز تهدي مشاعر الزنب ده بأنك أنت تفرط في فعل معين تمام تستمر في الاستجابة لأفعال مش فعل واحد الأفعال دي بترهق بيها نفسك وبترهق بيها من حولك عشان مش قادر تقاوم حالة القلق اللي عندك من إنك مذنب ومقصر المقاومة دي هي اللي بتعمل عندك حالة القلق زيادة فأنت عايز تستجيب للفعل طب عدم الاستجابة ممكن جدا تزود حالة القلق عندك ممكن جدا تلاقي نفسك هجمتك نوبة هلع ونوبة الهلع بتهاجم الناس كتير جدا وهم مش عارفين إنها نوبة هلع لو أعرض أي أعرض جسدية على فكرة أنت عملت عليها أشعة وعملت تحليلك ولاقيت سليم كله سليم مية في مية اعرف إن النوبة اللي أنت متعود تجيلك دي بمغص أو بأي ألم بأي جزء من جسدك ما ظهرش في الأشعة إن فيها شيء اعرف إن دي نوبة هلع حتهاجمك نوبة الهلع دي إزاي؟ حتى الأرتكارية في الجسم كله ممكن تبقى نوبة هلع برضو وإنت مش عارف وفاكرة حساسية موسمية مثلا بتهاجمك ليه؟ لأنك حاسس بالقلق حاسس بالقلق من إيه؟ من إن عندك مشاعر زنب بإنك مذنب ومقصر وتريد أن تفعل فعل حتمي يهدي مشاعرك دي ومش قادر تقومه فإنت بتقومه هجمتك نوبة الهلع تمام؟ ليه؟ عشان عقلك الباطن عايزك ما تقومش عايزك تستجيب عايزك تستجيب لأن إنت ديته أمر قبل كده بأن إنت مذنب فإنت مذنب يبقى لابد من إنك إنت كعقلي الباطن تستجيب لي بأن إنت تاخد حقي خليني أخد حقي فإنت بتقوم هو مش عايزك تقوم هو عايزك ترتاح عايزي يهديك فبيجيب لك نوبة هلع ليه؟ صرف انتباه عشان أنت تتجه لنوبة الهلع دي بصرف انتباهك وتنتبه لها يقوم تستجيب لما يقلقك وتفعل الأفعال الحتمية اللي هتحسب بقى عليها ربنا مش هيحسبك من مشاعرك اللي فيها قلق هيحسبك على الفعل اللي أنت ناوي تفعله مش ناوي يعني اللي فعلته فعلا طب لو أنت نجحت في المقاومة تمام؟ وما استجبتش للفعل ممكن يحصل إيه؟ على فكرة هتلاقي نفسك دخلت في نوبة بكاء تقبل هذا القلق وهذا البكاء بالعكس ده نجاح أنت لما تلاقي نفسك أنت بتقاوم ومن شدة مقاومتك تعرضت لنوبة من الهلع وإنت عارف أنت عشان أنت ما استجبتش للفعل الحتمي بدأت أنك أنت تبكي ومش قادر تتحمل أطمئن عيط شوية خرج كل مشاعرك السلبية ها؟ والله لو استمر حتى بكاءك ده لساعات طويلة أنت حتهدى بعدها بالعكس أنت حتفرح بإنجازك أنك أنت بكيت لكن لم تستجب للفعل الحتمي طيب ده لو أنت ما استجبتش ونجحت وبكيت وتقبلت بكاءك وتقبلت قلقك أنت هنا خلاص بإذن الله أنت في طريقك للاستشفاء الزاتي تماما طيب ماذا لو استسلمت لمشاعر الزنب دي وفعلت الفعل الحتمي اللي أنت بتقاومه ومش قادر تقاومه حياتك كلها هتتحول لإفراد في كل شيء بمعنى أنك أنت هيبقى عندك عدم رضا أو اكتفاء إلا بالكمال التام يعني بقت دي حياتك خلاص اتبرمجت على كده في مشاعر زنب في فعل حتمي أنت بتستجب له حياتك بقت كلها فيها إفراد في كل شيء نظافة هارة حماية كل شيء في إفراد الإفراد ده معناه إيه؟ عدم رضا أنا مش راضي عن أي شيء وعن كل شيء إلا بإنه يكون فيه كمال واكتمال واتفقنا إن الكمال والاكتمال ده من الله سبحانه وتعالى مش من البشر ده اضطراب الاضطراب ده نابع من شخصية وسواسية تحمل شدة في التدقيق 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 في التفاصيل كل شيء عايزة فيها تفاصيل وتدقيق فيها حتلاقي نفسك وصلت لهذه المرحلة وفيه أداء مبالغ فيه بتعمله في كل شيء كل حاجة بتعملها بأداء مبالغ بالعكس إنت لو لقيت قدامك حد كمان متزن إنت مش حتحس إنك إنت متعاطف قوي معاه لأن إنت حتقول عليه من الآخر كده ماله بارد كده ده ماله بارد كده ده طول ما أنا قاعد سخنه ومش مستحمل لأن أنا أقعد كده لازم إن أنا أعمل الإنجاز ده وده وده ولازم أخلص ده وده وده وإنت فاكر إنك إنتك كده تماما لأ لأ إنت مش تماما بدليل إنك إنت بترهق وحاسس إن إنت المفروض تقلل عن مرحلة عدم التوازن دي الأداء المبالغ ده بيرفيكشنزم ده نتيجة مع عدم الرضا وعدم الاكتفاء إلا بالكمال مع التطقيق مع الإفراط كل ده نتيجة لمشاعر زنب الإنجاز الفائق هتوصل لإنك إنت لازم ما ترداش إلا ما إحنا قلنا فيه عدم رضا وعدم اكتفاء إلا بالكمال فيه عدم رضا إلا بالإنجاز الفائق over achievement هنلاقي فيه قلة في التوكيد الزات زي ما قلنا مشاعر زنب هتعمل إيه؟ عدم ثقة بالنفس هتعمل مشاعر دونية هتعمل قلة في توكيد الزات اللي هي leak of assertiveness أيوة صحة leak of assertiveness قلة توكيد الزات ودي هقول لكم علاجها مع العلاج كمان شوية التضحية من أجل الآخرين على حساب نفسك دي كلها برضو نتيجة للاستسلام لمشاعر الزنب وإحنا قلنا من شوية النتيجة لعدم الاستسلام هتكون إيه؟ طريقك للاستشفاء إزاي؟ وقلنا دلوقتي الاستسلام لمشاعر الزنب هيحول حياتك لإيه؟ من ضمن الحاجات اللي بنتكلم فيها اللي هي الأداء المبالغ فيه الإنجاز الفائق قلة توكيد الزات الإفراط في كل شيء عدم الرضا أو الاكتفاء إلا بالكمال شدة التدقيق في التفاصيل الإنجاز الفائق التضحية من أجل الآخرين على حساب نفسك عدم التقبل لإحساس القلق من الاستجابة لأي فعل إحنا قلنا من شوية طريقك للاستشفاء هيكون بتقبلك لإحساس القلق ده وتقبلك للبكاء كمان إن ده مرحلة استشفاء لكن لو استسلمت لمشاعر الزنب ونتيجها هتوصل لمرحلة إنك مش متقبل إحساس القلق ده لإنك بالتالي بتستسلم في عقلك الباطن اتعود معاك للاستجابة أي فعل هيبقى من شاءه عندك شعور أو فكرة سلبية فأنت هنا بتستجيب لهذا الفعل ده معناه إنك مش متقبل لإحساس القلق عندك مش متقبل لكلمة لا بأس إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ إيه اللي هيحصل يعني؟ ما عندكش تقبل لكلمة إيه المشكلة؟ ما المشكلة؟ مش متقبل لفكرة عدم الشك وعدم التأكد وهو ده صاح الكلام ده؟ طبعا مش صاح لازم تتقبل زي ما قلنا من شوية فكرة إن الأشخاص غير عادلين وربنا سبحانه وتعالى هو اللي عادل فلازم تتقبل من الأشخاص اللي حواليك عدم عادلهم معاك لازم تتقبل برضو فكرة إنك تكون الآن وما تنفسش كل أفكارك ومشاعرك وتخليهم يتخطوا مرحلة الأفكار والمشاعر لأفعال حتمية يبقى هنا أنت عندك عدم تقبل لكون إن الأشخاص غير عادلين إزاي؟ لازم يبقوا عادلين إزاي؟ دي شخصية وسوسية؟ طبعا شخصية وسوسية عدم تقبلك لفكرة إن في شيء أنا مش متأكد منه مش صح طبعا مش توازن مش صحي لازم يكون أنا متقبل إن في عدم شك وفي عدم تأكد وفي عدم ثقة لازم يكون أنا متقبل لهذا مش كل حاجة لازم تكون 100% مش لازم طيب لما يكون أنا عندي قرار مهم ومصيري في حياتي وأنا هنا في مرحلة إن أنا متقلب ما بين مش قادر أعمل الفعل أو أعمله أو أنا هستجيب ولا مش هستجيب طب أنا عندي فعلا مشاعر زنب طب أنا لقت كده وفي قرارات مصرية في حياتي لازم أخذها أعرف منين إن أنا في مرحلة دلوقتي إن أنا أخذ القرار دا ولا لا لازم تستشير تستشير مين أقرب داعم نفسي لي في محيط الأسرة أشوف حد بيدعمني مش بيزود مشاعر الزنب عندي مش شخصية معينة كل ما تشوفني شايفة أن أنا مقصر ومزنب أروح أستشيرها أنا أستشير مين أستشير أقرب داعم لي لما يكون فيه قرار مصيري في حياتي لحد ما أوصل لمرحلة التوازن أشعر بتوازن أكون متوازن العلاج عشان أتخلص من مرحلة تدني توكيد الزنب اللي احنا تكلمنا عنها من شوية وقلنا إنك لما بتستسلم لمشاعر الزنب وبتستجيب للفعل الحتمي بتوصل لمرحلة عدم توكيد للذات وقل التوكيد الزنب حنعمل إيه في نقطة توكيد الزنب لأنها أساسي في استشفائي لأن أنا طول ما أنا عندي شعور بالدونية أما أنا مش هقدر أخد قرارات في حياتي ومش هقدر ألغي وأتخلص من مشاعر الزنب دي فلازم أتخلص من تدني توكيد الزنب حنعمل إيه؟ ورق أو قلم وحنكتب يومياً كذا مرة في اليوم وحنقول اللي احنا بنكتبه ده بصوت مسموع أنا أسمعه مع نفسي مش أسرخ به حنكتب بالرغم من إنني أشعر بالذنب لأني أفكر فيه وتكتب اللي انت بتفكر فيه وبالرغم من أنني أشعر بالذنب لأني أشعر به وتكتب اللي انت حاسس به إلا أنني لن أفعل وتكتب الفعل الحتمي اللي انت بي يعني بيلح عليك في إن انت لازم تعمل ده لأنه هو ده فيه الحل للمشكلة اللي انت فيها هو مش فيه الحل ده فعل حتمي بيزود مشاعرك بالذنب لأنك بعد ما هتعمله هتحس بالذنب إنك أنت أرهقت نفسك به وألزمت نفسك به وألزمت من حولك به يبا هنا إحنا بنكتب الكلمات دي لسه تكملتها إلا أنني لن أفعل كذا نقط أنت بتكتب الفعل الحتمي ده وأتقبل نفسي هكذا وأحبها فكر في إنك أنت بتشعر فقط فكر إن انت مش هتتجاوز فكرتك وشعورك لإنك أنت تفعل الفعل يبقى العلاج المرة واحد بورق أو قلم وهتكتب اللي إحنا قلناه العلاج نمرة أثنين حتى تأمل ده علاج تأملي ذاتي مع نفسك حتى تأمل شيء أنت بتحبه أي شيء أنت بتحبه حلال على فكرة لازم يكون حلال ثم أحضر الفكرة المؤزية لضميرك يعني في فكرة معينة بتؤذيك ما بينك وبين نفسك وإنت بتتأمل الشيء اللي أنت بتحبه ده حتتعمد إنك تجيب الفكرة المؤزية دي اللي بتشعرك بتقنيب ضميرك وتقنيب ذاتك تمام؟ أول ما تقدر تستحضر بكامل إرادتك الفكرة المؤزية دي وإنت بتتأمل اضرب بإيدك بشدة على المكان اللي أنت قاعد فيه قاعد على مكتبك قاعد على الترابيزة اضرب إيدك بشدة تحس بالألم عشان تحس بالألم حتكرر التمرين ده مرة الصبح ومرة بالليل إيه الفكرة من التمرين ده؟ هي إنك أنت بتربط بين حسب الدراسة ما قالت إنك أنت لما تربط بين تقنيبك لذاتك تمام؟ وشعورك بالألم الجسدي الدراسة أثبتت هنا إن ارتفاع الألم ده على نفسك هيضعف من أثر الفكرة اللي بتقنب فيها نفسك يبقى هنا أنت بتشعر نفسك بالألم أول ما الفكرة دي بتحضرها في فكرة تانية غرض تاني من التمرين مهم جدا أنت بتفهم هنا عقلك الباطن أنك بتجيب الفكرة وبتذهبها وقت وقت ما أنت عايز مش هي اللي بتهاجمك تمام؟ فأنت هنا بتفكر في حاجة أنت بتحبها وبعدين تحضر الفكرة المؤزية لزهنك تمام؟ فأنت هنا بتقول لعقلك الباطن أن أنا أحضر فكرة محببة لنفسي وأحضر فكرة مؤزية وأستطيع أن أذهب الفكرة المؤزية بالألم اللي أنا بأقلم بيه ذاتي بقول لها تذهب فأنت هنا اللي صاحب السيطرة مش الفكرة اللي بتسيطر عليك وبتهاجمك ممكن كمان تربط الفكرة فكرة أنت بتحبها عشان تستحضرها مرة أخرى فكرة هنا بقى أنت بتحبها هتربطها برائحة جميلة بتحب مثلا الورد اليسمين الفل بتجيب الروائح العطرية الجميلة دي اللافندر أي حاجة روائح جميلة أنت بتحبها تستحضر في تأملك الفكرة اللي أنت بتحبها دي اللي بتسعدك وحتشم الرائحة الجميلة اللي أنت بتحبها دي في نفس الوقت تربط الاتنين ببعض ولما تيجي الفكرة السلبية تستحضر الفكرة السلبية بعدها ممكن لو في بيرفيوم أنت بتكرهه شموا وقتها على طول يبقى هنا أنت بتربط حواسك بالفكرة السلبية سواء عن طريق الشم حس الشم بالبيرفيوم اللي أنت ما بتحبهوش أو عن طريق القلم الجسدي أنت بتضرب إيدك في المكتب أو الترابيزة ممكن الفكرة اللي أنت بتحبها دي تساعد نفسك أن أنت تفكر مثلاً في إنجاز معين أنت أنجزته في حياتك قدرت فيه نفسك قوي أو اللي حواليك قدروك فيه استحضر الفكرة دي واعتبر هي دي الفكرة اللي أنت حبتها وهي دي اللي أنت حتربطها بالرائحة الجميلة الفكرة بقى السلبية اللي هي فكرة مثلاً مشاعر الزم أن أنت مثلاً مش قادر تقوم بالحماية الكافية لحد مهم في حياتك أو مثلاً في حد ظلمك أو أزاك وأنت مخدتش حقك معاه فدي الفكرة ممكن تكون السلبية وممكن دي تكون الفكرة اللي هي الإنجاز بتقديرك لنفسك لأن هنا أنت تقديرك لذاتك هنا أنت بتعمل عملية التأكيد توكيد الزات اللي احنا بنتكلم فيه ده علاج لتوجيد الزات اللي احنا بنقول تدني توكيدك كل التوكيد الزات ده علاج لها مشاعر الزم ببتيجي مع أفكار مؤزية دايماً وانت بتخاف منها وبتحس كأنها حضرة معاك حالاً يعني كأنها موجودة دلوقتي كأنك عايشها عايشها كأنها حصلة لدرجة إن لو فيه في ذهنك رائحة معينة أنت بتقول أنا شامم من الريحة لحد دلوقتي كأنها موجودة أنت هنا في الحالة دي بحتاج حاجة علاج اسمه عرض تدريجي العرض التدريجي ده أنا ما بفضلوش لو كان في الواقع واقعي لكن ممكن نعمله عرض تدريجي تخيلي ده احنا حقول لكم عليه في علاج إن شاء الله الفيديو القادم مع فيديو الصدمات ممكن الصدمات بتعمل إيه مع الشخصية الوسوسية وطبعاً الصدمات ممكن تعمل إيه مع الشخصية طبعاً الطبيعية لأنها هي اللي بتحولها لشخصية وسوسية الصدمات دي احنا مع مشاعر الزنب كان لها الأثر الكبير جداً في تكوين شخصياتنا منذ الصغر ده هنعرفوا إن شاء الله في الفيديو القادم شكراً لحسن إنساتكم وحنقول العلاج برضو الفيديو القادم بإذن الله الخاص بالصدمات وبإذن الله ربنا يسعد كل أوقاتكم تحياتي